نرجع من الفاصل تنتابع حلقتنا بهالفقرة واستكمالاً لموضوعنا عن التحضير للولادة رح نحكي عن الموضوع بين الناحية التطبيقية وكيف القابلة القانونية اللي بتشتغل بالمستشفى بغرف التوليد وما بعد الولادة كيف بتتعامل مع جميع السيدات ونحكي شوي عن الخبرة بهالموضوع رح نستقبل معنا القابلة القانونية لآنسة ريتا القصيفة أهلا وسهلا فيك ريتا حضرتك قابلة قانونية مجازة متخصصة بالتحضير للولادة واستشارية بالرضاعة الطبيعية حضرتك عنديك خبرة طويلة بالعمل بالمستشفى وبغرف التوليد ومتابعة المرأة بعد الولادة هل ترى عم بتلاحظي نسبة النساء المحضرات للولادة اللي عم يجوا على المستشفى عم بيزيد أو عم ينقص حسب للحقيقة نسبة النساء المحضرات للولادة ما انه كتير عم بيزيد يعني عم بيزيد بنسبة كتير قليلة مع انه في كتير صار سوشال ميديا في كتير وعي في كتير عم بيقروا عن هيدا الموضوع بس بعد هيدا النسبة تقريبا مش كتير كتير عم بتزيد ليش برأيك ما عم بتزيد؟ ما عم بتزيد لانه ما فيها تشجيع كتير كان من قبل يمكن الأطبة يلي لانه النساء بالأول بيروحوا عند الأطبة يمكن منهم عم بيقروا كتير عن هيدا الموضوع بس حسيت عندنا بالمستشفى عم بيشتغلوا على هيدا الموضوع أكتر لأنه قد ما تكون الام حابة تجي وتتولد بكل بتكون نفسيتها مرتاحة وتجي تتولد بكل بعيد عن الخوف ومزمين على أسئلتا عم بيشتغلوا على هيدا الموضوع مشان هيكي أسسنا اختصاص للبرباريسون على نسانس وأنا عم بيهتم بهيدا الموضوع معي كيب منستشفى ماذ كرميل نهتم بهيدا الأمر ونزيد نسبة النساء يلي بتحب ونشجعهم أكتر يلي ما بيعرفوا عن هيدا الموضوع يجوا أكتر ويتحضروا للولادة هيدا شغلة مهمة يعني قابلة قانونية إنه بلشتوا بهالوعي وشوي شوي مع إنه صار فيه شوية وعي بهالموضوع يعني متل ما عرفنا من السيدة ريتا قبل يعني كتير عم نشغل على الموضوع صار إلنا سنين يعني لازم نشتغل يمكن أكتر يكون فيه صحيح صحيح لازم نتبعها أكتر كان أحلاميا نشتغلها أكتر متل حضرتكم هلأ عم تعملوا هيدا البروغرامات يلي بتلفط نظر الإمات لإله وبيصيروا يقروا عن هيدا الموضوع ويحبوا إنه يعملوا أكتر يجوا يطلعوا أكتر على هيدا الموضوع ويعرفوا شو قيمته يعني بتعرفوا نحنا هدف البرباريسون على نسانس هي الإم تصير مستقلة يعني هي تصير تعرف واحدة ما تبتكل على حدا تعرف هي واحدة كيف بدها تهدام بطفلة كيف هي بتحب يكون الأكوشمان طبعها كيف بتحب تتصرف خلال المخاض كيف لازم تتنفس وتكون أهم شي تكون تجي مرتاحة على الأكوشمان تجي عارفة شو نطرة عارفة كل الشغلة رح تصير معها من شن هيك نحنا كمستشفى وكساشفامات الإكيب كله عرضنا الموضوع على المستشفى وشجعتنا بهذا الموضوع لأنه عرفت الفرق إنه قداش بيعطي أهمية لدوريسة شمان قداش بيعطي إنه الأم تجي تكون مرتاحة تكون عم تعمل هالأكوشمان بكلمة اللي ما ذكرنا بكل ارتياح وبكل تتخطى كل الصعوبات يلي بتقدر تعملها نعم من هون بيجي سؤالي إذا إنت إجت لعندك مرة عم بتوليد وما قالت لك إذا عاملة هالتحضير أو مش عملتي حضرتك بخبرتك فيك تعرفة من خلال تصرفاتها إذا عاملة تحضير أو مش عاملة تحضير كيف بيكون تصرفها معكم كقابلات بالمستشفى فيك تعرفك أكيد أكيد كتير منعرف لأنه أصلاً في منهم كتير بيجو مع عون بلان دونيسانس نعرف البلان دونيسانس بتكون حتى فيه كل شي هي بتحب يكون الأكوشمان تبعها فيه يعني بتكون أكيد هي شغلته مع القابلة القانونية يلي تحضرت مع للولادة وبتكون مش رفع لي الجينيكولوج وموافق ع كل شغلة هي بتحب تعملها لالبران دونيسانس مشان هيك أول شغلة منعرفها تاني شي هي بتصرفها من خلال تنفسها خلال المخاض من خلال البوزيسيونات يلي منعملها وهي أصلاً بتذكر ساعتها الساشفام يلي بتكون معها يلي عبت رفاقها بالولادة بتتصرف معها غير تصرف وبتساعدها وبتصلح لها شوية بوزيسيونات وبتساعدها حتى توصل للولادة بخير وسلامة مثل ما بنعرف إنه نحنا كقابلات قانونيات بينعطى برنامج التحضير للولادة ضمن برنامج التعليم الجامع للقابلة يعني عندها خبرة بهالموضوع وين بيجي دور القابلة إذا كانت المرأة غير محضرة للدورات التحضيرية بالولادة يعني بالمستشفى يعني ما بتكون هي حضرتها خلال فترة الحمل يعني وقتها تجي المرأة نهار الولادة شو دور القابلة تتساعدها بهالفترة اللي هي خلال المخاض الولادة هون أكيد يعني المرأة يلي ما بتكون محضرة هون دور الساشفام إنها تكون مرفقتها تسمعها تساعدها وتفهمها عكل مرحلة عم تصلى وعم تتقدم فيها تتوصل للولادة وقتها لها بتشرحها وأهم شيء إنها تشرح لك المرحلة وكيف عم بيكون الطفل عم بيمرق بالحود كيف لازم ليش عم منقلة تعمل هذه البوزيسيون أو تتنفس هيك قديش بيساعدها وبيسهلها للولادة أكيد هون دور الساشفام كتير مهم الأكمبانيومنت طبعها بيساعد إنها توصل للولادة بسلامة وبتخفف كتير من الصعوبات اللي ممكن تمرق فيها هاي خلال الولادة خلال ما بعد الولادة ما بعد الولادة وخاصة الرضاعة الطبيعية صحيح دور الساشفام بيوقف بس عند الولادة دور الساشفام تلما قلنا قبل الولادة خلال الولادة وما بعد الولادة هون المهم لأنه ولدت المرأ بس صار في عندنا طفل بين إيديا وصار في هي لازم تهدم بحالها نعرف إنه بيتغير كتير قصص بجسمها إحساسات بدأت تحسهم بدأت نقلة عنهم كل شي تغيرات بدأت نخبرها عنهم حتى تعرف تتصرف بهذا تصرف وأهم شي هي الرضاعة الطبيعية خصوصا يلي الإمات يلي جايين وبيطلبوا إنه بدون يردعوا ترا رضاعة طبيعية بس ما بدون يدخلوا حليب استناعي هون دور الساشفام إنه تشرح كل الصعوبات يلي ممكن يمرق فيها الطفل وكيف لازم تتصرف معه ليش هلأ عم بيبكي قدي لازم تردعه قدي لوقت لازم تردعه هودي كلهم هون دور الساشفام أكيدة وكيف حتى تكمل معه كيف تهتم فيه إذا الحمام الطفل أكيد إذا ما كانت حاضرة قبل كل شي بيصير ليش عم بيبكي كيف لازم تكون وضعية الطفل هودي كلهم باتبعهم الساشفام ما بعد الولادة بهذه الفترة الأصيرة بهذه الفترة الأصيرة إذا كانت محضرة قبل هون بتكون عم تعمل الفام براتيك عم بتطبق عم بتطبق ساحتها بتصلح له الساشفام خلال حضورها بالمستشفى وجودها بالمستشفى هالثلاثيين ومنعرف أنه حضور بالمستشفى اليوم صار قصير صار قاد طويل أو هاته عدو 24 ساعة منشدد أنه يكون فيه تحضير قبل توصل مرتاحة لأم توصل مرتاحة بهذا الوقت بس نحن قدمة فينا منساعدها ومنجرب أنه نردع كل الأسئلة يلي هي بتكون عم تسأله مثل ما نعرف خلال الولادة بيصادف كتير مشاكل أو قاتم بيضطر الطبيب أنه يسحب الطفل بقالة أو مثل ما قلت هلأ بيصير فيه مشاكل بعد الولادة رضاعة إلى آخرها تصرف المرأة المحضرة كيف بيكون مختلف مش مختلف كيف تتلقى الأشياء يعني المرأة الغير محضرة أكيد يعني هي على القليلة بتعرف شو معناتها إذا استعمل وسائل تساعد للولادة إن كان الفونتوز أو الفورسابس لو قبل المحضرة قبل الولادة بتكون عيرفة شو هنة أول شي وبتعرف ليش مضطر إنه يستعملون أوقات الطبيب هالشي بيساعد كتير الطبيب هون بتتفهم معه الوضع وأكيد بيكون تصرفها مغير عن أم جاي يتولد ومش عيرفة ليه هلأ عم بيستعمل للإيلي بتقولوا لأ بليز ما تستعمل للإيلي أو بتبقى فزعينة أو خيفينة ما بينما وقتا اللي بتكون عيرفة لأ هالشي بيسهل أكتر مثل ما قلت وقتا بتجي المرأة محضرة يعني عاملة هالدورات قبل الولادة وقتا توصل لعندكن على المستشفى بتفرض عليكن أسلوب معين يعني إن كان على القابلة أو على المستشفى وكيف أنتوا عم تتعاطوا مع هالموضوع يعني هلأ صار فيه فيه نساء بيحبوا يولدوا على الموسيقى كيف عم بتتجاوبوا مع هالنساء اللي بتفرض هيدا الأسلوب نحنا منشجع كتير هيك بالعكس ما نحنا هدفنا إنه نشجع ونسهل لهالأشخاص يعني ما بقى نلاقيهم غربة لأنه صار عنا عدة أشخاص عم بيجوا بدوا نعملوا أكوشمون كتير فيزيولوجيك صار عنا الإكيب كله صار محضر عهيدا الناحية ومنحترم كل الأراء أو كل تصرفاتها أو هي شو بتفرض علينا بالأكوشمون أكيد بضمن ضمن الناحية يعني الصحية والآمنة للأم أكيد بس بالعكس منشجعها وكتير منساعد إنه هي حبة كيف يكون الأكوشمون طبعها تعطي نصيحة يمكن للأمات حتى مش للساشفام أكيد بننصح كل الأمات يجوا يعملوا تحضير للولادة وإذا ما كان عندهم فكرة أو ما يجوا يستشيروا لأنه دايما نحن بأول سيانس هي بيستشيروا وبيعرفوا شو بيكون فيها تحضير للولادة وفي كتير أمات مثلا بدون هني بس عن الرضاعة الطبيعية مش ضروري يعملوا كل السيانسات في منهم بس بدون عن الأكوشمون في منهم مثلا الموالدين قبل سيزاريين وحبين هلأ يعيشوا الأكوشمون طبيعي وهيك صارت معي أمرأة فرنسوية كانت موالدة طارت تولد سيزاريين وإجت بس عملنا ترواءة كاتر سيانس عن الولادة الطبيعية وفيزيولوجيك تكون بلا بريديرال بلا شي اشتغلنا على هذا الموضوع دونك يعني في عنا كل المجالات يعني مش ضروري نجبرها بكل السيانسات للأم بقى مش هنا هيك منشجعها في منهم بس بدون يعرفوا عن بقى فيهم يجوا يعملوا كل السيانسات وما قلن إلا يسألوا ويستشيروا إن كان طبيبهم أو قابلة قانونية وفي كتير قابلات قانونية بحبوا يستشيرون بهذا الموضوع وهن بيلاقوا الجواب يلي بيوصلولوه أو هن ناطرينو حسب المشروع اللي عم بتقوموا فيه بالمستشفى والتحضير ومتابعة النساء هالمدمات اللي عم بفلوا عبيوتهم عم بيضل فيه متابعة يعني عم بيكون عم يرجعوا يتصلوا فيه عم بتتابعون من بعد المستشفى عم بتروحوا فيزيت عبيوتهم عم بتزيرون عم بيضل فيه متابعة اي صحيح عم بتروحوا في متابعة نحن أصلاً منترك لهم رقم تليفون لمستشفى في حال عندهم حيالة سؤال نحن حاضرين 24 على 24 لأنه السجفان عم بيكونوا دايماً موجودين بالقصم 24 ساعة 24 ساعة لأنه منعرف ما بعد الولادة بعد 3-4 تيام بيكون في عندها أوقات مشاكن كان بالرضاعة الطبيعية أو كيفية الاهتمام بالطفلة أو هي بيكون في عندها مشكل من إلا فيك تتصل فينا وحتى تركين لنا مجال أنه ترجع تيجي على المستشفى إن كان كرمي الاستشارة رضاعة أو استشارة استشارة طبية لإلا وفي منهم ما بيقدروا يجو حتى في تحين مجال أنه نعمل لهم فيزيت ميديكال وهي دي كتير مشهورة وبتساعد كتير الأم لأنه الأم بهذا الوقت أحس ما تقعد تستشير أمه أو المتقربين منه وما يعرفوا يجي وبيوه كتير هي بتحب يكون في مرجعة طبية والطبيب بيرتاح وقتها اللي بيعرف إنه في مرجعة طبية إجا لعندها على البيت وشرح لكل الموضوع وخاصة إذا كان فيه مشكل بالرضاعة الطبيعية أوقات بديك تقعد ساعتين أو ثلاث ساعات عندها تعطيها كل وقتها منكون ريحناها نفسيا لأنه صار في مرجعة طبية معها عندها مرافقة ساشفام أو كان ممرضة معها وحلينيلا قد ما فينا المشكل يلي هي موجودة فيه وإذا تطرينا أنه نتصل بحكيمة بنعرف بشو عم نتصل بالحكيمة وعم نشرح له الوضع يلي هي فيه إذا تطرينا لمشكل طبي أكتر يعني هيدا العمل عم بتقوموا فيه كتير عمل مهم عم يبس عم يتوقع عم ينعمل للنساء اللي بتولد عندكم يعني إذا حدث تلفا ما كان مولد عندكم بالمستشفى وحب يسأل وياخد رأي كمان أنتو بتقدموا هالخدمة يعني كمان بتراف أكيد أكيد نحنا مستشفى جامعي منشي أسبوعين كمان اتصلت شخص وقالت أنحنا متأكدين أنه في عندكم أنتو قسم بيهتم بهذا الأمر رأيكم استشارية بالرضاعة الطبيعية اتصلنا فيكن وحليني لون القسم كمان بر تليفون وفي منهم إجولة عنا كمان شفنا الطفل وشفناها لألة وحليني لها كمان مشكلة بالرضاعة الطبيعية لا أكيد فاتحين المجال للكل لأنه بهمنا هيدا القسم أنه ينمى ويكبر ويكون فيه عم نعطي الوعي وعم نعطي كل المطلوب يعني وعم نرد على كل التساؤلات تساؤلات الأم صح ونحل المشاكل يلي منقدر نحل عندي سؤال شو دور الأب إن كان بالتحضير للولادة خلال الولادة وما بعد الولادة عم بيكون حاضر بهالمراحل كلها يا هل ترى مع زوجته نحن كتير عم نحكي إنه تحضير الأم قرضو ما يواجزونا نحن كلازم من الأول أصلا تحضير الزوجان نحن وإسمه كمان تحضير الزوجان ما زكرناه هنا كتير بس كتير منشجع حضور الأب لأنه عن جد هو السند اللي بدي يكون لإله إن كان بالولادة وما بعد الولادة وأنا بأول أول سيانس كتير أول شغلة بشجعه ومنشكره لأنه هو كان مريفق مرته هيدا الشيء أصلا بيعطيها هي دعم وبيعطيها قوة وبتصير عم تعمل هال بكل مبسوطة إنه هو معه وحافظه كتير الأب منوكله بالخلال هيدا له دور أول شيء منعطيه دفور هو لأنه في كتير قصص هي تنسية هو بيبقى حافظها عن جد وقت اللي بيجو عم بيولده بيبقى بيقول لا هيكي لازم تتصرفي أو هيكي لازم تتنفسي أو حتى بصير يعدلها الكنتراكسيون هلأ صارو هالأد إيه المخصات وبصير هو يسأل ويستفهم خلال السيانس وهي بتبقى متأسرة ومبسوطة بحضوره وقديش عم بيهتم فيها لأنه بهمة إن هي تهتم فيها تقدر تكمل البربارسون منشان هيكي لأه منشجع كتير حضوره وإله دور كتير مهم ومنعطيه دور يعني القابلة خلال السيانس تعطيه دور حتى حتى تعرف دوره أساسي دوره أساسي دوره أساسي مع الولادة ومنعرف أنه ما بعد الولادة الأم كمانا بصير في عندها دي تروب الأرمونال ويمكن تعمل بيبي بلوز حتى من الفطلون نظرون خلال حضورهم عندنا بالمستشفى وجودهم بالمستشفى من الفطلون نظرون على هيد المرحلة يمكن يمرقوا فيها وأدي دور الزوج بهالوقت من إلا نحنا إنه كتير رح تمرق هالمرحلة يمكن هيني لأنه جوزك حد ونعرف أنه هي رح يمكن تعصب رح تبكي حتى هوم نشرح له أنه ليش هي رح تعمل هيك بقى بتمرق الخبرية أهوان بصير يتفهم مرت وليه عم تمرق بهيد المرحلة ريتا نحنا بدنا نشكرك ع حضورك معنا وتضلك بهالهمة وإن شاء الله هيك مشروع بيصير ع جميع الأراضي اللبنانية وأكيد نحنا نقابة القابلات لازم هيك نضو أكتر ونتعيون مع النقابة أكتر حتى هالدور يفيد ونفيد المجتمع ومارسي لحضورك معنا مارسي لإلكون وبشكركم كمانا بدوري أواشي لإنكم استدفتوني عنكم بهيد الحلقة وأحب عقلبي إني أحكي عن البربارة وعلى نسانس وبشكركم لهالدور اللي عم تعملوه هلأ وعم بتضو على هيد الموضيع اللي عرفت إنه كله بتهم المجتمع إن كان الأم والمجتمع بكل فئاته بنشكركم لإلكون وللنقيبة عم تعملوا هيدا الموضوع وفي أطلب منكم كمانا بالك النقيبة بتشتغل على إنه تصير بالضمان الاجتماعي كمان هيدا طلب ريتا قبلك يمكن هيك بيصير الكوبل يعني الزوجين بتشجعوا أكتر يقوموا بهالتحضيرات لأنه عطول العائق المادة بيكون مشكلة مشكلة بالختم منحب نشكر كل ضيوفنا ومنحب نقول لكل امرأة حامل إنه أنت مش مريضة عيشة حملك بفرح بإيجابية عملي التمارين التحضيرية عملي التمارين التنفس عملي التمارين اللي بتريحك مثل ما قالوا ضيوفنا حتى تولدي بطريقة آمنة وسليمة كمان منحب نأكد ونقول إنه نحنا القابلات حتى لو ما كنت عاملة هالتمارين وهالتحضيرات نحنا حديك وإلى جانبي حتى تكون ميلاديك وولادة آمنة وهادئة نشكركم وإلى اللقاء بحلقة جديدة ترجمة نانسي قنقر